اكبر جزيرة على وجه الارض القارة المعزولة التي لا يمكن الوصول اليها هي موطن لغابة استثنائية انها تزدهر بفضل الرطوبة التي تنتج عن المحيط الهادئ والجبال التي تبدو كأنها تخرج من المحيط نفسه وتصطدم بالسحب المرتفعة هذه هي الغابات القديمة التي كان الوصول اليها صعبا منذ بداية الحياة وهي تشكل عالما مصغرا مميزا بعد هذه الادغال هو ما يجعلها مختلفة بشكل مذهل ادغال هذه الجزيرة الكبيرة احتجزت احياء غنية مختلفة وملونة بشكل لا يصدق لم تكن استراليا معروفة لبقية العالم حتى اكتشافها قبل قرنين تقريبا مكان غامض لا يزال يخفي الكثير للاكتشاف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الغابة المطيرة الاسترالية هي واحدة من اقدم الغابات واكثرها تمييزا على الارض عزلتها تعني ان الكثير من الاحياء التي تعيش في المنطقة هي ساكنتها الاصلية ولا توجد في اي مكان اخر في ظلالها تختبئ حيوانات تذكرنا بالماضي البعيد ما تبقى من الاحياء القديمة التي تختبئ في اوراقها خطوات مختلصة تنقلنا لزمن الديناصورات كما لو كنا في حلم بالرغم من عدم وجود ديناصورات حية هنا لا تزال العديد من النباتات التي رافقتها قبل 130 مليون سنة تقريبا تنمو في المكان لقد بقيت غابة دينتريا الاستوائية كما هي تقريبا منذ ذلك الحين وقد بقيت كل خطوة من تطور النباتات البرية محفوظة حتى اليوم يوجد هنا واحد من اكثر السجلات المكتملة للأحافير النباتية الحية بالتاريخ الطويل الذي يقف خلفها منحت هذه الغابة الوقت للحيوانات لتتعلم كيفية استغلالها على كل المستويات وبكثير من الطرق المختلفة يعرف الحمام الامبراطوري كيف يستثمر كل المصادر التي توفرها الغابة أثناء موسم التزاوج يقوم بجمع الأخصان وفقا لحجمها وكثافتها تحضيرا للعش البسيط الذي يبنى في بعض الأركان السرية من أوراق الشجر يسافر الحمام الامبراطوري من غينيا الجديدة للتزاوج في هذه الغابات في الموسم المطري عند الانتهاء من بناء العش تضع الأنثى بيضة واحدة يتناوب الأبوان على الاعتناء بها بتفان كبير الأدغال الأسترالية هي نظام بيئي مليء بالفرص إذ ترتبط حياة النباتات والحيوانات فيها بشكل وثيق تعتبر أعلى فروع الأشجار ملجأا وتشكل التعالب الطائرة الحمراء الصغيرة مستعمرات مزعجة من عشرات آلاف الأفراد على قمم الأشجار خلال النهار تله هذه الطيور أو ترضع صغارها التي تبقى عالقة بأجساد الأمهات لعدة أسابيع تعتمد حياة الصغار على هذا العناق الأمومي فالسقوط كفيل بقتلها الثعالب الطائرة لها أقدام تحتوي على مخالب تمكنها من التشبث بالأغصان لساعات دون عناء ستحلق في الليل عشرات الكيلومترات لتأكل الثمار الناضجة والأزهار لهذا فهي مهمة لنشر فاكهة الغابة وتلقيح الأزهار بعد الطيران الليلي تقضي ساعات في تنظيف نفسها بالإضافة إلى الراحة تنشغل الثعالب الطائرة خلال النهار في الأمور العاطفية تقوس التزاوج لهذه الخفافيش الضخمة عنيفة نوعا ما علاقة حب وكراهية تبلغ ضروتها في احتجاز الذكور للإناث أثناء الاتصال تتكرر هذه العملية عدة مرات بين اللعب واللمسات اللطيفة والشجارات بعيدا عن صخب مستعمرة الثعالب الطائرة لا تستخدم الأغصان الأخرى للاستراحة بل لتقديم العروض طيور الجنة تحتاج لأغصان جيدة إذا أرادت عرض نفسها لجذب الإناث ستتردد طيور الجنة من نوع فيكتوريس على عدد من المواقع الجيدة في منطقتها تتمرن الطيور البالغة على أغصان العرض التي كانت لأسيادها الكبار إنها تمارس رقصة التزاوج الخاصة بها مرة بعد مرة وتنافس بعضها البعض بينما تفعل ذلك يقوم سيد الأغصان الكبير وسيد المنطقة بتجديد طاقته من خلال جمع ثمار الغابة لكن لديه مواقعه المفضلة وهو يراقب الممثلين الصغار طوال الوقت حان الوقت لتنظيم الأمور يظهر الذكر المتألق بوضعه المثالي من المسؤول هنا ترجمة نانسي قنقر بقليل من التركيز تبدأ الحصة ترجمة نانسي قنقر منده شاوريشه المتألق لا يمكن لأحد ألا يلاحظه بفضل رقصته النشطة ينجح في إغراء العديد من الإناف بنفس الوقت ستصنع كل واحدة منها عشها لكن الصغار لها نفس الأب وهو الراقص العظيم بالرغم من أنها تتشارك نفس الغابة إلا أن طيور الشبنم في تناقض تام مع طيور الجنة من ناحية الوجن وخفة الحركة هذه الطيور الكبيرة معروفة بأنها عدائية ركلة واحدة من طائر الشبنم المسلح بمخلبه الأوسط الحاد كالخنجر كفيلة بقتل أي مفترس لكن في الواقع وبعيداً عن الغضب الحاصل أثناء مشاركة الطعام تكون هذه الطيور خطيرة فقط إذا تعرضت للضغط طيور الشبنم وغيرها من طيور هذه الغابة الأخرى تعتمد على الثمار لتعيش عندما تحمل شجرة كهذه النخلة ثمراً فهي تجذب مجموعة كبيرة من الأحياء الراغبة باستغلال اللحظة فالطعام لا يتوافر دائماً بكميات كبيرة كهذه سيتم استهلاك الثمار الموسمية خلال بضعة أيام من قبل طيور الصفير الذهبي والحمام واليمام والزرزور الفضي هذه الطيور تتناول الثمار كلها مستعمرة الزرزور الفضي قريبة جداً في أعلى فرع شجرة طويلة تبتلع هذه الطيور البذورة ثم تقوم بإطعام صغارها الاثنين أو الثلاثة المتواجدة في العش لقد أتى الطيور الزرزور الفضي أيضاً إلى هنا من غينيا الجديدة للاستفادة من وفرة المصادر التي تمنحها هذه الغابات الأسترالية أثناء الموسم المطري تبني طيور الزرزور مدينتها الصغيرة عن طريق نسج النباتات بين فرع الأشجار يمكن للطعام أن يكون وفيراً في أعالي الأشجار التي تعلمت بعض الحيوانات الأصلية تسلقها لقد استبدلت بعض حيوانات الكنغر المناطق الجافة والنائية بأفرع الأشجار تبقى صغار كنغر الأشجار مع أمها لعامين قبل أن تتجرأ على العيش بمفردها بين أشجار الغابة على الرغم من جسدها المستدير والذي يبدو بديناً فإن حيوانات كنغر الشجر هي في الحقيقة متسلقة ممتازة ديولها الطويلة تساعدها في الحفاظ على التوازن وقد طورت أقدامها الأمامية قبضة قوية للغاية طبيعتها الهادئة هي نتيجة لنظامها الغذائي الذي يقتصر على الأوراق وبالتالي فهي لا تتناول الكثير من السعرات الحرارية لذا فإن كنغر الشجر يأخذ مسألة تخفيض استهلاك الطاقة على محمل الجد تشارك حيوانات كنغر الشجر منطقتها ونظامها الغذائية مع غيرها من الحيوانات الغريبة بعض أكلات أوراق الشجر في الغابة كفأر العبسم تخرج فقط لتناول الطعام في الليل أثناء النهار تنام بين الأخصان يتحرك حيوان الأبسم القزمي الجبلي بضعة أمتار فقط كل يوم ما من داع لفعل المزيد بينما يمكنك العثور على مجموعة أوراق لذيذة بجوار سريرك على النقيد التام من الحياة الهادئة والرصينة للعبسم هناك معرض صاخب ومتهور المزيد المذهل للألوان الرائعة والفوارق هو عنصر تابت بين الأحياء التي تعيش في هذه الأدغال الأسترالية متفاخرا أمام الطبيعة الخضراء يقف ببغاء قوس قزح بألوانه المتناغمة المذهلة تشكل طيور ببغاء قوس قزح أسرابا صغيرة للبحث عن الأشجار المزدهرة لسان هذا الببغاء يشبه الفرشاة ليساعده على جمع الرحيق وحبوب اللقاح نشاطه المكثف مهم في تلقيح عدد كبير من أزهار الغابة ترجمة نانسي قنقر بينما ترفرف طيور ببغاء قوس قزح وتملأ معيدتها يهتم الحمام الإمبراطوري بصغاره التي يطعمها مادة تشبه الحليب يجترها من حوصلته الفرخ صغير جدا ويجب أن تعلمه الأم كيف يأكل أثناء ذلك وعلى الأرض أسفل عش الحمام تتجول طيور الشبنان بحثا عن قوتها تقوم بجمع الثمار التي تسقط من الأشجار وهي معروفة بتناول ثمار أكثر من سبعين نوعا من النباتات قد يتناول الطير البالغ المئات من الثمار والتوت في يوم واحد لكن شراهة طيور الشبنان ليست هي نهاية الطريق للبذور فمعظمها يخرج سليما من القناة الهضمية لهذه الطيور في الواقع هذه الخطوة المتعلقة بعبور البذور في أحشاء الطيور الكبيرة هي مهمة في تنشيطها لتتمكن من الإنبات بينما تتجول طيور الشبنان في منطقتها تتناول الطعام وتشرب وتقضي حاجتها تنقل البذور من حيث وجدتها لمسافة 800 متر على الأقل ليست البذور وحدها هي ما يقع على الأرض في الغابة الأسترالية المطيرة فقد أصبحت الجذوع المتعفنة القديمة التي توجد فوق فضلات الأوراق ملاجئ وبيوتا منشودة للغاية تشارك حيوانات الكنجر الفأري المسكي طيور الشبنم شغفها بالثمار المتساقطة لكن الغابة توفر عطعمة أخرى وهذا الحيوان شبه قارض يعيش هذا الحيوان الجرابي الغريب في غابات شمال غرب أستراليا حصريا يجب أن يكون المرء في هذه الغابات الرطبة حذرا فهناك حيوانات مفترسة فريدة من نوعها قادرة على القتل بعضة واحدة الديصور النمري هو حيوان جرابي آكل للحوم وهو متوحش بالتأكيد كحيوان الكنغر الفأري يستخدم الديصور النمري الأشجار القديمة بيوتا له هذا المفترس الراشيق قادر على تسلق الأشجار للصيد وهو يفعل ذلك على الأرض أيضا طعامه يتنوع بين الطيور والزواحف وغيرها من الثديات كالكنغر الفأري حتى إنه يتغذى على الحشرات أي وقت هو وقت مناسب للصيد لكنه يفعل الصيد في المساء وفي الليل عندما يكون الظلام مسيطرا على أعماق الغابة تعتبر عضة الديصور النمري من أقوى العضات في العالم وهي تمكنه من سحق أكثر عظام الضحية صلابة موسيقى الغابة الأسترالية المطيرة والبدائية هي مكان مميز في العالم تسكنها الطيور الضخمة التي لا تطير وحيوانات الكنغر التي تعيش في الأشجار وطيور الجنة كل يعيش بطريقته المميزة لكن من بين كل هذه الحيوانات يستحق طائر التعريشة الذهبي لقاب الأكثر أصالة يبني هذا الطائر مشهده الخاص في مسرح الغابة فالذكور تقوم بعمل فني ومعماري صغير وجميل لجذب الإناث التي تعيش في الجوار هذا بلا شك واحد من أكثر الأمثلة تعقيدا حول السلوك في مملكة الطيور توفر الغابة لطائر التعريشة كل شيء يحتاجه لبناء بيته الفروع الصغيرة وأنصال العشب والأشنات والأزهر يعرف طائر التعريشة أن القيام بعمل فني حقيقي يتطلب وقتا لذا فأنه يفكر مليا قبل اتخاذ كل قرار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر